السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نوصق تاريخ اثنين من علماء مصر ولدوا في قرية طوخ الأقلام التابعة لمركز السينجلوين ده قهلية بسم الله ما شاء الله كل منهم يعني الدكتور فاروق الباز نجم مصري كما نشاهد نجم مصري في الفضاء أستاذ دكتور فاروق الباز الأستاذ الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي لرئيس الجمهورية هذه الصورة من المنصورة وبالتحديد قصر ثقافة المنصورة عام 2002 أستاذ دكتور أسامة الباز أستاذ دكتور فاروق الباز ونتحدث الآن مع الحج محمد عوض الباز ابن عمه شقيق شقيق سيادتك يا فندم سعدت الدكتور فاروق الباز كان أول زيارة له للقرية هنا عام 1979 عام 1979 وبعدين افتتح المدرسة عام 1996 وقمت أنا بزيارة المدرسة أو وصقنا الزيارة لأنبيها المدرسة في 2017 حتى أنا الحاجات الجميلة أنا شفت بنته الأمريكية معا فعايزين كده شوية ذكريات جميلة كده طفولة حضرتك وطفولة الدكتور فاروق والدكتور أسامة طبعا دي حاجة تشرف الدكتور أسامة عاملة مستشار سياسي الرئيس الجمهورية ومش أخبي مش أقول سر الناس دي ناس متواضعة يعني أنا مقبل على حضرتك الوقتي بسم الله ما شاء الله فاتح كتاب ربنا كنت بتصلي الزهر وفاتح كتاب ربنا فأنتوا ناس بفضل الله متواضعين فذكراتك ايه مع الشخصيات الكبيرة العظيمة التي تتميز بالتواضع مثل حضرتك تفضل فيه أعنا الدكتور فاروق كان راجل يعني يعني بصت لجيح عليم وراجل محترم وراجل يعني بجاب الكل واحد ويعني في أي مكان مثلا في البلد هنا ومازال حتى أنا ما بشوفه في التلفزيون أكل مقعد في طوخ الأخلام بتكلم كلام هادي وكلام حلو والناس كلها كان بتتلمح حواليه وهو كان بيستعز بأهليته وبلده ما أنا أنا شفت الصورة في المدرسة وانتوا حواليه يعني الوقات ما كان دي زيارة هنا في كان في الجامعية التنمية اللي هي بتاع جامعية تنمية المجتمع هنا ايو يا فن وبعدين خدوه وطلعبوه على محطة المية افتتاحها كان عندنا افتتاح محطة المية اه افتتاح المية وجيه هنا المدرسة طبعا جاعت فاق شوية اللي هي سمت باسم الاسم الدكتور فاروق الفاز كمان كمان وهو يعني ينتظم مننا اكثر من ذلك طبعا ده هو عالم مصري عالمي ويعمل مكتبة هنا في المدرسة طبعا ده دكتور فاروق مرة كان بيتحدث في التلفزيون واكد انه طبعا هو كان بيدرس جيولوجي كان اتى بعينات جيولوجي وكتب ومراجع علمية بمناسبة ان انت بتقول اه سايب كتب علمية هنا في المدرسة بسم الله ومشاء الله بسم الله ومشاء الله وبعين هو لما ما لقاش له مجال هنا بقى طلع بقى رحم ربنا يبارك ما هو معاه الجنسية المصرية ما احنا بنقول عالم مصري فلينا الشرف كلنا طبعا طبعا انت ساتك يا فندي موليد كام انا موليد خمشة اربعين اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد الدكتور فاروق الباز انا كنت سابع من يومين كان بيقول انا عندي تلاتة وتمانين سنة اه دكتور فاروق اه يعني هو يسبق انتو اه يعني الفرق بينكو سين انا ادي ايه اه دكتور فاروق تجربا يعني كان كم وثلاثين موليد كم وثلاثين اه يعني يسبقك شوي اه يكبرك شوي طبعا طبعا اه testing guys تلاتة وتمانين اه يعني هو اكبر منك بحواله بس الكتب اللي بتوصك لتاريخ فاروق بéntون في الذقاذيق يعني اه اتبعى الدكتور أسامة مولود هنا الدكتور سامانود هنا وفعلاً ما هو الدكتور فاروق مولود في الزجازيج مع المرحوم عم الشيخ سيد الباز الله أكبر الله أكبر لأن كان عم الشيخ أصهر وكان دائماً متنجل من هنا إلى هنا اللي هو والده اللي هو والده آه ده يعني كده يعني هو يعني سيادتك كان الشيخ السيد محمد الباز والد دكتور فاروق الباز كان شغله في الزجازيج فطبعاً كان ناخد الأسرة كلها فانجابه لدكتور فاروق هناك بس أنا سمعت موضوع من أحد أبناء القرية إن الشيخ السيد محمد الباز كان أستاذ للشيخ الشعراوي يعني هو قال لي إن الشيخ الشعراوي اللي اعترف بهذا الاعتراف اعترف بهذا الاعتراف ده إن يوم ما كان بكرم الدكتور فاروق في المنصورة وكان حضر التكريم بتاع الشيخ الشعراوي ناخ تمام ولما جلع العباية بتاعته قال لي أنا أعطي لك العباية فيه هديك بدل العلم اللي مبكت دهولة آه فيما معناه آه جلع العباية ورح ملبس لدكتور فاروق ورح موطع عليه وفايس إيده ومسرع اسرعه اتنين علماء عالم دين وعالم جيوليج يعني الشيخ الشعراء وعالم دين وعملاق ودكتور فاروق الباز عالم جيوليجي وعملاق ده وصل للفضاء علومه وصلت للفضاء بإذن الله ربنا يعزك وبارك فيه كان في احد اللقاءات التلفزيونية كان الدكتور فاروق الباز بيذكر ان اشقائه سبعة فانت بتقول سيادتك في مين اللي بقيين على قيد الحياة الوقت غير الدكتور فاروق له اخو محمد الليوه اللهم صلح نبقى على المعاش ده اكبر واحد اخواته ولوه ثلاث يعني هو سعادة اللي هو محمد مكيب في القاهرة اه ده موجود في حد ولوه ثلاث اخوات بنات موجودين في القاهرة اللهم يصلي وسلم على سيدنا محمد ربنا يبارك له ثلاث اشقاء بنات ربنا يبارك في حدرتك ويبارك فيكو ولنا الشرف نتحدث مع حدرتك الحج محمد عوض الباز ابن عمه شقيق اه زكريات طيبة وحقيقي وحقيقي يا رب يعزكم ويرفع من قدرك انا يعني كتاب الله انا داخل وكتاب الله في يدك وابستأذن سيدتك يعني هذه المجلات العلمية والكتب العلمية توصق لتاريخ استاذ دكتور فاروق الباز عن استاذ فاروق الباز وعن اسرته الكريمة وحديثنا الشيك الجميع مع الحج محمد عوض الباز نشكركم ونشكر حسنا المتابعة شكرا